شاهد ماذا حدث للمنتخب المغربي لاحظة وصوله للجزائر برحلة جوية مباشرة يصدم الملايين شاهد ماذا حدث ولكن قبل أن نبدأ لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك لهذا الفيديو ولا تنسوا أن تعطر فهمكم بذكر الله والصلاة على رسلين الكريم وصلت بحمد الله تعالى بعتة المنتخب المغربي للناشئين للمشاركة في كأس الأمم الإفراقية بالجزائر عبر رحلة جوية مباشرة من الرباط العاصمة إلى الجزائر وأكثر ما صدم الإعلام الجزائري وهو الاستقبال الأسطوري من جانب الجزائري لبعتة المنتخب المغربي فيما صرح المحلل الرياضي الجزائري علي بن الشيخ وقال لقناة الهدف الجزائرية هذا هو أقل واجب أن نقدمه للأشقاء في المغرب وأنا على المستوى الشخصي كنت أنتظر أسول المنتخب المغربي للمشاركة في بطولة إفريقيا لأن المنتخب المغربي هو الذي سوف يعطي قوة لهذه البطولة أن المنتخب المغربي أصبح عالميا ولا يمكن الاستغناء عنه في أي بطولة إفريقية وأتمنى من المسؤولين أن يحمل منتخب المغربي من تطاول جماهير الجزائري عليها مثل ما حدث في نهاية البطولة العربية بين الجزائر والمغرب وتطاول الجماهير على عناصر منتخب المغربي الصغارة وفي النهاية عزيزي المشاهدة ما رأيك في تواجد المنتخب المغربي في الجزائر؟ شاركونا أراءكم في خانة التعليقات ترجمة نانسي قنقر